بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حنتهرف على موضوع متغير متغير أو variable variable لما انت اسمع هذا العبارة تحس بلبس أو ببعض على قولهم بعض اللخبطة نحن نعرف أن المتغير العادي مثلا value يساوي عبدالعيد الآن لاحظوا المثال هذا هذا متغير عادي اسمه value وقيمة string اللي هي عبدالعيد الفكرة الجديدة من وراء variable variable انت لاحظوا أن انا ذكرنا اسم variable مرتين أو متغير متغير مرتين المتغير اللي فوق احط double s$ له وكلمة value احطه للقيمة عاشرة مثلا الآن إيش الفرق بين اللي فوق واللي تحت الفرق بينه منه الأول لو s$ واحدة والثاني لو 2s$ طيب المقصود بـ variable variable لاحظوا لا شوف لاحظوا من فين أن أظلل هذا المتغير الآن إيش قيمته قيمته عبدالعيد الحركة هذه double s$ معناها خذ قيمة المتغير value وحولها إلى متغير إيش قيمة المتغير value عبدالعيد حول عبدالعيد إلى متغير وحط في القيمة عاشرة معناته كأننا هذه العبارة هذه العبارة كأننا كتبنا s$ عبدالعيد ساوي عاشرة بالعبارة لفوق معناته هذه العبارة s$ خذ قيمة المتغير value فإن المتغير value هذا هو قيمته إيش عبدالعيد وحولها إلى متغير وحط فيها القيمة عاشرة يعني هذا السطور كأننا كتبنا هذا السطور الآن امسح هذا السطور وقل له إيكو عبدالعيد كم حيكون حيكون عاشرة الآن خلينا نحفظ ونطبق سوف يرفرش شوف الآن قيمة عاشرة وهذا معنى متغير متغير إنه يحول لك القيمة الموجودة في متغير ما إلى متغير وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين